الحقيقة النوم هو معجزة ينسبها الملحدون إلى الطبيعة لأنهم لا يعترفون بوجود خالق حتى هذه اللحظة كل الدراسات وكل الأبحاث عن سر النوم لم يعرف سر النوم حتى الآن لماذا تنام الكائنات وبخاصة الإنسان ما الذي يجعلنا نخلد إلى النوم وإذا اضطرب نظام النوم لدى إنسان وأصيب بقلق يمكن أن يؤدي ذلك إلى الموت الدراسات كلها تؤكد أن دماغ الإنسان يبقى في حالة عمل مستمر أثناء النوم الدماغ يعيد ترتيب المعلومات والبيانات وينظم الذكريات خلال النوم قرآن ماذا قال؟ قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إذن النوم آية من آياته لا معجزة لماذا قال منامكم بالليل والنهار؟ لأن العلم أثبت أن النوم بالنهار لا يقل أهمية عن النوم بالليل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذه هذا الأمر وقال قيلوا طبعا قيلوا لا في النهار لا تكون في الليل قيلوا أي خذوا غفوة بسيطة في النهار قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ترجمة نانسي قنقر